ورجعنا لحضراتكم مرة تانية عن هواي مباشرة تانية كمانين معاك كوباي فقرات نهارك سعيد وخلينا نتكلم عن الحاجة الاساسية اللي شغلة بها لكل المصريين عن دستور مصر طبعا في الواقع كل المصريين بيسعوا ان يكون عندهم دستور بيتكلم عنهم كلهم ما فيش اقصاء لفصيل معين او الدستور ما بيبقاش بيتكلم عن حد معين يمكن رفض عدد كبير من قوة المجتمع من مؤسسات واحزاب ونقابات والكنيسة والازهر والشخصيات عامة فكرة ان يتم وضع الدستور من قبل اللجنة التأسيسية للدستور من قبل البرلمان تخوفا من الدستور يسيطر عليه فصيل واحد وهو الفصيل الديني حول قضايا الطعن على صحة اللجنة التأسيسية للدستور من قبل البرلمان نقدر نعمل ايه ونقدر نوصل لايه دفنا النهاردة استاذ مجدي عبدالحليم رئيس حركة محامون بلا قيود وعوض لجنة الحريات بنقابة المحامين صباح الخيري خالد صباح الخيري صباح الخيري استاذ مجدي صباح وطبعا عشان نبتدي معاك زي ما دينا قالت فيه واضح جدا ان كل فصائل الشعب المصري معترض على لجنة التأسيسية للدستور وازاي كيفية اختيارها وتقسمها والنسب وكل الحاجات دي عايزين نعرف من حدائك وتوضح لنا نقاط الاعتراض ايه بالضبط هو بسم الله الرحمن الرحيم هي المسألة انه الدستور الذي يتم وضعه بعد ثورة 25 يناير هو دستور كان هناك امل كبير جدا في ان يكون هذا الدستور معبرا عن تطلعات هذا الشعب نحو مستقبل ونحو رؤية جديدة تحكم مصر بعد هذه العقود الطويلة التي مرت على مصر من القهر والاستبداد والفساد والديكتاتورية وحكم الفرد وما الى ذلك يحاق كل هدف الثورة اللي نزلت عشانها هو الحرية والعدالة الاجتماعية وعيش وكرامة وحرية وعدالة الاجتماعية هذه الامور التي كانت حلما جميلا واصبح هناك شك كبير جدا في انها تصل الى الهدف المنشود له بعد ان وضعنا في اشكالية كبيرة ان الدستور الذي سيتم وضعه الان او الذي سيتم تدشينه الان هذا الدستور قد شاءت الاخدار ان تتحكم فيه فئة معينة هذه الفئة نحن اخترنا التيار الاسلامي والاسلام السياسي اخترناه بإراداتنا ان يمثل الشعب ولكننا لم نكن نود ولم نكن نتوقع ولم نتخيل ان يتم ان تكون هناك اغلبية في مسألة اللجنة التأسسية التي تضع هذا الدستور خلينا يا فندم نوضع بس لأستاذ المشاهدين ايه المقصول من اللجنة التأسسية للدستور وعلى اي اساس بيتم تشكيل اللجنة دي؟ هو في كل العالم اكثر من نظام لوضع لجنة وضع الدستور لان هذا الامر لا يحكم بالاغلبية هذا الامر يحكم بتعبير عننا كلنا لا صحيح لا يمكن ان نحن من تغول الاغلبية لحماية الفرض الضعيف لحماية كل الفئات من كل من الفئات الحاكمة والمسيطرة وبالتالي فكرة وضع الدستور عن طريق اللجنة ليست فكرة وضع تشريع عن طريق مؤسسة تشريعية الأخطر من كده ان انا عندما نضع دستورا لمصر مصر العراقة مصر التاريخ مصر التي خاضت سنوات طويلة مصر اول الحضارات في العالم عندما تضع دستورا في هذا الوقت لا يمكن بحال ان يكون هذا الدستور معبرا او يحمي او يريح تخوفات طائفة او فكر معين نحن للأسف وضعنا نحن وضعنا في صراع ليس صراعا لصالح مصر نحن وضعنا في حسابات ليست حسابات لصالح مصر وانما هي حسابات بين فئات متصارعة كل منها يسعى لحماية فصيله ولحماية افكاره ولحماية اهدافه وعايز ارجع على نقطة ماء على اي اساس بيتم تشكيل لجنة تأسال الدستور عشان يبقى عارفين بس الجايدلاينز بتاعتنا وانقاط الاعتراض دلوقتي تمام اقول لحضرتك هو في نص وضع المجلس العسكري ضمن الاعلان الدستوري الذي كان تم وضعه قبل انشاء مجلس الشعب او قبل تشكيل مجلس الشعب هذا النص يحدد او يعطي او يمنح لمجلسات الشعب والشورى من غير المعينين ان يختاروا اللجنة التأساسية التي يوكل اليها وضع الدستوري وبالتالي ها هذا النص ايه؟ عندما يقول انني اوكلته او فوضته مجلسات الشعب والشورى من غير المعينين في وضع في اختيار اللجنة التأساسية للدستوري اللجنة التأساسية ليس معنى ذلك انني لو انا فوضتك ليس معنى ذلك انك تقومي بانك لو انا فوضتك انك انت اتبعي لي بيت مش تقولي لطب انا هبيعو النفس انا مقولت الكيش ولا النص يبيح ذلك التفسير الذي اختصط به التيار السياسي الذي يحكم الاسلام السياسي الذي يحكم مجلسات الشعب والشورى فسر هذا النص لانه يمكن ان يختار من نفسه ولنفسه لجنة المعين هرائب نفسي ازاي؟ انا هحط قوانين لنفسي وبعد كده هرجع رائب نفسي عليها ده القضية مش قوانين ما هو الدستور ده احنا عايزين نفهم بس الدستور ده اساسا بينظم ايه؟ اهم حاجة بينظمها الدستور قبل حق في التعليم والحق في الصحة والحق في التقاضي هذه الامور هي امور ليست هي الاساسة الدستور اساسا ينظم سلطات ثلاثة للدولة هذه السلطات الثلاثة لابد ان يرعى الدستور فيها انها لابد ان يكون هناك بينها فصل بين هذه السلطات وان يكون هناك عدم تغول من سلطة الى اخرى ليس من الطبيعي ان تقوم سلطة واحدة بوضع دستور ينظم لها ولغيرها من زملائها مغالبا لها اه ما ينفعش هذه امور اساسية ولذلك نحن يعني راعنا كثيرا ان تكون فكرة عدم حل مجلس الشعب مثلا لا تمنح لرئيس الجمهورية وحتى عندما تم ان المحكمة الدستورية يمكن ان تصدل حكما محكمة القضاء الإداري النهاردة بتنظر في اللجنة التأساسية في دعوة رفعها استاذ في دكتور محترم في دكتور قانون دستوري فقيه دستوري اقام دعوة على اعتبار ان قرار تشكيل اللجنة الدستورية ما هو الا قرار إداري هذا الامر اصبح بمنأة عن التنفيذ بعد ان تغولت احدى السلطات لتقوم هي بوضع الدستور لها ولغيرها وتنظم الامر وبالتالي اصبح طبيعيا ان احنا اذا كنا بنتطلع الى ان نقيم دستورا فقدر لا نكون مثلا نريد مجلس الشورى بزبط عندما يوضع مجلس الشورى وعضاء مجلس الشورى ضمن اللجنة التأساسية التي ستضع الدستور اصبح هذا الحلم بعيد الملك نحن يمكن ان نتطلع ايضا الى ان احنا نرفض خمسين في المئة عمال وفلاحين عندما يكون اعضاء مجلس الشعب من الخمسين في المئة عمال وفلاحين ممثلين في اللجنة التأساسية بهذا الحجم وبهذه الاغلبية اصبحنا في منأة عن ان ينفذ حلم الشعب المصري هذه الامور غاية في الخطورة لان انت بتمثل مين بزبط صحيح انت بتمثلني بس في نفس الوقت هذا لا يليق وليس من العدالة وليس من المبادئ الدستورية التي تتم صحيح احنا يعني في اللجنة التأساسية الحالية لو شفنا مثلا اصدت قانون بعدد معين بالنسبة معينة ما شفناش مفكرين بشكل واضح ما شفناش حاجة تقريبا خالص فيه غير زي ما حرك قلت هو فصيل واحد هو مستولي على اللجنة التأساسية بكاملها الدستير بقى اللي تحطت لمصر قبل كده كل السنين اللي فاتت اللجنة التأساسية كانت عاملة ازاي كانت تشكل ازاي بص يا هو لك حاجة هو دايما اللجنة التأساسية بيبقى عليها جدل لكن انا لاني بيبقى قبل وضع الدستور بتبقى فيه شكل حكومة اساسا موجودة بيبقى فيه مؤسسات موجودة اليوم مصر لأول مرة في التاريخ تنشئ دستورا بلا رئيس جمهورية بلا مؤسسات يعني احنا من ضمن الامور التي وضعتنا والتي قد اتحفظ على المجلس العسكري في انه بدأ كان يمكن ان نضع هذا الدستور قبل ان ينشأ مجلس شعب ويصبح له قوة وينافس يعني كان المجلس العسكري ولم يكن هناك مجلس شعب فوضع المجلس العسكري لنفسه منازعا ينازعه في مسألة كان من المفروض ان يحسمها وهو يعني المادة ستينة التي نحن الآن بصدده والتي نتحدث عنها وانها لم تضع المعايير ولم تضع الشروط ولم تضع الأدوات والأليات تركنا تنفذها مش بس تنفذها وتفسيرها لغير من وضعها يعني انا اتصور ان اللي وضع هذه المادة اللي هي المجلس العسكري هو الذي كان يتعين عليه ان يضع الأليات ثم يضع النسب هذا صحيح يا فاند اه وبعدين انا بقولك انت اختار ما تختارش نفسك طيب انا مين اللي يقوله كده دلوقتي لا يقول له احد هذا طيب هل من المتصور ان يقبل الشعب المصري هذا الامر لا يمكن ان يقبل الشعب ولا يمكن ان تمر هذه الامور دون ان تكون هناك وقفة ووقفات ولذلك انا احيي الازهر واحيي الكنيسة كل من انسحب من اللجنة التأسيسية كل من رفض ان يكون ديكورا او رفض ان يطفي شرعية لهؤلاء في ان يمثلوا شعب مصر وان يختزلوا المصريين في هذا الطيار ويقصوا الاخرين هذا لا يمكن ان يقبل بس الحد النهاردة ما شوفناش رد فعل يعني كل العدد الناس اللي انسحبت من اللجنة التأسيسية تم استبدالهم بالاحتياطي اللي هو يعني من نفس الفصيل اللي احنا بنتكلم عنه هذا بالعكس رد الفعل اللي حصل من انسحاب الازهر وانسحاب الكنيسة وانسحاب رموز وانقضاءات ورموز شخصية لان القضاء المصري النهاردة اصبح في خطر شديد رغم ان هو اساسا في خطر اصلا الا ان اصبح ان في افكار حول الغاء المحكمة الدستورية وحول يلغاء مجلس الدولة وحاول اضمينهم في فكرة اسمها القضاء الموحد الامر خطير طب يا فندم خلينا نيجي لحاجة هل في قانون فعلا نقدر نقول انه بيدينا حق رفع قضايا طعن على على تشكيل لجنة التأسيال الدستور من حقنا نرفع قضايا طبعا من حقنا اول لحضرتك هناك قرارات يعني القرار اولا المادة 60 ليس من الحق احد ان يطعن عليه ليه لانه دي مادة دستورية مادة في اعلان دستوري لكن القرار الصادر بتشكيل اللجنة التأسيسية وفقا لما انتهق اليه مجلسي الشعب الشهورة هذا قرار تنفيذي للمادة لو حلالك قلت يا فندم يمكن فيه كمان حاجة في المادة ان ما فيهش في المادة حاجة بتوضح لي ايه الاليات اللي على اساسها بيتم تشكيل اللجنة التأسيسية بالزبط كده احنا عشان كده بنقول ان القرار الصادر افهم محمية ولا مفعل القرار الصادر بتشكيل اللجنة التأسيسية تأسيساً على المادة 60 هذا قرار إداري يتم التعامل عليه كأي قرار يتم التعامل عليه خلال 60 يوم أمام حكمة القضاء الإداري كما فعل أستاذنا الدكتور جاب نصر والحكمه هيصدر بكرة لكن النهاردة محكمة هتصدر حكم في قرار تشكيل اللجنة التأسيسية هذا الحكم الذي سيصدر الآن يمكن لمجلس شعبان يتجاهله لأن الأمر بقى اتصراع مؤسسات والقضية موجودة ومرفوعة ممكن اللجنة التأسيسية تكون بعملها بكرة وعلى أساسه هنعرف اللجنة التأسيسية تستمر على أساسه هنفهم موقف قضاء المصري من هذا القرار أن هذا القرار متوافق مع المادة 60 ولا لا من وجهة نظر القضاء بحكم قضائي هذا الحكم واجب النفاذ على الكافة دي مسؤولية كبيرة قوي حتى بعيدة معنا القضاء هي مسؤولية كبيرة جدا مسؤولية السياسية النهاردة شيء ضخم مش المسألة كده مسؤولية أنك تنفيذي حكم أنت النهاردة مسؤول مسؤولية سياسية عن بلد وعن مستقبل وطن وفي الحالات دي لازم تستجيب اللجنة يتعين عليها أن تستجيب وإلا أن تستجيب فستكون هناك أمور أكثر خطورة وتدعيات في منتهى الخطورة عندما لا نحترم أحكام القضاء ولا نحترم مؤسسات ولا نحترم رأي الشعب المصري طيب نيجي بقى للشعب المصري فإن إزاي نقدر يتم تمثيل كل أطياف الشعب المصري في كتاب الدستور مصر؟ إزاي؟ هي ما هو أنا لو أنا قاعد أقولك هقولك تمثيل هضع فيه الأحساب من حقهم يتمثلوا أولاً نحن لا نرى أن أعضاء مجلس الشعب والشورى يمثلوا بصفاتهم أعضاء مجلس الشعب والشورى نحن نرى أن الأحزاب بعيداً عن مؤسسة تشريعية أصله ما ينفعش يتقلل كده لكن الأحزاب نفسها هو حزب الحرية والعدائرة وحزب النور وهم أساساً أحزاب قائمة ويمثلون أغلبية لكنهم يمثلون بصفاتهم الحزبية نتوقع أو نتمنى أن يكون التشكيل على الأساس الآتي أن يكون كل الأحزاب لها تمثيل بحيث أن أكبر حزب يكون له عدد هذا العدد لا يمكن أن يمثل أغلبية حتى يعطي الفرصة لباقي الأحزاب ولكنه يجب أن يكون عدداً كبيراً بما لهم من تمثيل ليكون مثلاً عشر الحزب الحرية والعدائرة خمسة الحزب النور بنسب معينة بمقدار ما يتواجدوا في مجلس الشعب وأي حزب واخد أي مقعد له تمثيل بعض أعضاء الهيئات القضائية لابد أن يمثلوا مش واحد بس رئيس لازم بصفتهم الوظيفية الناس اللي هي رؤساء قسم القانون الدستوري في السبعتاشر كلية حقوق في مصر الناس اللي قفنت عمرها في قراءة الدستور وفي كتابة الدستور وفي فهم الدستور وفي فهم النصوص الدستورية سبعتاشر رئيس قسم موجودين حالياً وفي فقهاء قدامة يعني دا أحد الناس النهاية تكتب دستوري وبعدين هل من المتصور أني أنا أشك اللجنة فأنا ممكن أجيب واحد شيوعي واحد لبرالي بس ما يكونوش أعملوا معا مشاكل أنا يعني حتى عندما أختار من فصائل أخرى أجدهم يختارون أنا لما اختاروا يعني أنا باحترم طبعاً لأستاذ فروق بويدة كأديب لكنهم لماذا لا يختار علاء الأسوان يعني أنا مش قضي أسماء بس أنا عايزة أقول دكتور أحمد زويل دكتور براد عين إزاي عندما أتخير فأتخير من الفصيل ما يتوافق مع أهدافنا الشخصية وأهداف جماعتي وأهداف فصيلي وهو أنا عايزة أقول لك حاجة هو أستاذ كلية الحقوق ملوش توجه السياسي أكيد القاضي اللي هو بيحكم ده ما هو ليه برضو ليه لمحة سياسي فيه قاضي متدين وفيه قاضي متحرر وفيه قاضي لبراليو لكنه قاضي وظيفته أساساً إحنا عايزين نهتم بوظيفته مش معقول كمان هتخير من دول هتخير من أساسات القانون الدستوري واحد بس والواحد ده معروف وأتخير من لا هي المسألة لابد أن تضع لها معايير مجردة ولذلك عندما وضعت النص المادة 60 وطلبنا أن يكون هناك مادة تكملية أو تفسيرية للمادة 60 حتى يرتاح أو حتى تكون الإختيار يعني أنا بقولك اختار أولاً ما تختارش نفسك ثانياً عندما تختار لابد أن تكون نقى واحد للإختيار حتى أطمئن إليها ويطمئن إليها المواطن المصري أن هناك شفافية في الإختيار ده لو في فرد بوزي في مصر لازم يكتب في الدستور لازم يكون ممثل في الدستور النوبة لازم تكون ممثلة في الدستور سينة مفروض يكون ممثلين أفهمين أن في فئة في فئة في مصر هنا من نوعية معينة ومن شكل معينة أطباق مصر موجودين أملنا بقى نحاول نعلق كله على حكم حكم بكرة حكم بكرة وهو ده اللي يعني أنتظر الناس إن شاء الله سواء صدر الحكم أنا بقول لهو سواء صدر الحكم بإلغاء اللجنة التأسيسية والقرار الصدر بتشكيلها أو برفض الدعوة فإن هذه اللجنة لن تستمر ولن يكتب لها البقاء لأن إرادة شعب مصر تعلو فوق مجلس الشعب ومجلس الشورى وكل سلطات الدولة بلا جدال شعب مصر يرفض تشكيل اللجنة التأسيسية قولا واحدا وسيتم تصعيد الأمر بمختلف أنواع التصعيد الممكن لأن شعب مصر الذي ضحى والدماء التي سالت وكل هذه والأمهات السكلة والأرامل والأيتام والجرحة والمصابين وشعب مصر وتاريخ طويل لا يمكن أن يختزل في هذه اللجنة التأسيسية وتصادر على إرادة هذا الشعب وتصادر على صورة مصر أبدا لن يكون أستاذ مجدي عبد الحليم رئيس حركة محامون بلا قيود وعود ولجنة الحرية بنقابة المحامين وإن شاء الله هتابع مع حضرك بكرة بإذن الله ومع الشعب المصري كله قرار القضاء في اختيار لجنة التأسيسية للدستور يا رب إن شاء الله ومنشكر كل تابعونا النهاردة بكرة إن شاء الله ونشوفكم فريع عمل جديد نهاركم فائد